السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بكم في فيديو جديد مع مستوى الخامس ابتدائي من مرجع مرشدي في لغة العربية معكم الأستاذة سناء حانين في الحصة السابقة شفنا الجزء الأول هاد المرة هنشوفو الجزء الثاني والجزء الثالث من نص المسترسل عفوا ما أمتع هذه الجلسة إذن ما غديش نحتاج نقرأ لكم الجزء الثاني إذن مهم تقريبا خذوا الكتاب وقرأوا الجزء الثاني وهذا والجزء الثالث وهذا في صفحة 108 وفي الصفحة كذلك 109 إذن غنمر مباشرة لقراءة الأسئلة والإجابة عنها إذن السؤال الأول يقول وعين الأطراف المتحاورة في الجزء الثاني تبعا لما يأتي إذن طرف الأول عندنا هو أمين طرف الثاني هي ياسمين طرف الثالث هو الأب الصفة ديال الطرف الأول أمين يصيح غيضا ومحمرة الوجه طرف الثاني هي ياسمين مكسورة الخاطر طرف الثالث لهو الأب كان وجهه عبوثا ومكتئب نوع النشاط الذي يمارسه كل هذه الأطراف كل من هذه الأطراف الأمين كان يمارس لعبته الإلكترونية المفضلة مع لاعب ألماني ولاعب برازيلي طرف الثاني لهو ياسمين كانت تتعلم العزف على البيانو طرف الثالث لهو الأب كان يقوم تسديد إحدى الفواتير حبل موقع الإنترنت الحالة النفسية لكل من أمين وياسمين والأب يعني أمين كان غاضبا وقلقا ياسمين كانت مكسورة الخاطر والأب كان مكتئبا وعبوثا استخرج من الجزء الثاني ما يذل على يال الحض العاثر بمعنى يال سوء الطالع كذلك موجودة في الجزء الثاني أتسلى بمعنى أستمتع نمر الجزء الثالث أين تتجلم عاملة الأم الطيبة لابنتها الصغرى إذن تتجلم عاملة الأم الطيبة لابنتها الصغرى عندما بدأت تقلمها بنبارات تفيض بشرا وحبورا أبين العكاسات الإيجابية التي أحدثها نمام الإبنين إلى الجلسة إذن ارتسمت سمات الإرتياح وأمارات الإنشراح على صفحات وجوههم وعلى صفحات وجوههم بحيث كانت ياسمين تضحك وعينها تدمع فرحة قدت كذلك السؤال الثالث فيما قضى أمين وياسمين وقتهما في الجزء الثالث إذن قضت ياسمين وقتها في مشاهدة البطاقات البريدية مع أختها سلمة أما أمين قضى وقته في الدردشة مع أمي وهو يقلب حافظة الصور إذن اليوم ما طولت عليكم في هذا الفيديو كنتمنى أن نكون خفيفة ريفا على قلوبكم ونعجبكم محتوى ديال لهذا الفيديو وما تبغلوش ضغط على زر لايك لا معجبكم اش ضغطوا على زر ديز لايك ولما زال مشتركش في قناة فضلا وليس أمرا تغطوا على زر أسفل فيديو اشترك وفعلوا جرس بس وصلكم كل جديد قناتي وحد هناك نقول لكم إلى اللقاء وتصنوني في الجزء الرابع إن شاء الله وحد هناك نقول لكم في أمان الله